في البودكاست السابع ذكرت سبب اختفاء الفلاسفة والفلسفة اليونانية بشكل عام أما في هذا البودكاست فسوف أتحدث عن لماذا اليونان بالضبط لماذا اختصت اليونان عن غيرها من البلدان والحضارات والشعوب بالفلسفة نفس السؤال يمكن أن نطرحه عن لماذا اختصت مصر بفلسفة معينة وحضارة معينة إيران مثلا الصين مثلا كمثال فقط يعني هناك أشياء تستهوي القراء والباحثين والمؤرخين والمفكرين عن سبب التميز الذي تحضى به شعوب عن أخرى في هذا البودكاست سأتحدث عن اليونان فهذا أكثر شيء كان يستهويني في قراءاتي تاريخية وقراءاتي للحضارات هو معرفة السبب الحقيقي وراء تفوق حضارة معينة على حضارات أو ثقافات أخرى في مجال معين أو في عدة مجالات ولم أكتفي يوما بقول أن هكذا جرت الأمور وفقر فهذه الإجابة لا تروي الباحثين بل أحاول معرفة التفاصيل التي أحدثت الفارق لأن البشر لهم نفس المشاعر ونفس التركيبة الأمر الذي يختلف بينهم هو السلوك الذي فرضوه على أنفسهم لكي يتميزوا ولكن ليس هذا فقط الآن أنا لست من هوات المحاكات والاستنساخ الحضاري لأن نواة الحضارات هو اختلافها عن بعضها البعض فاختلاف الحضارات هو أساس التكامل الإنساني فليس أسوأ شيء على بصر وفكري من مشاهدة مدن أمريكية في بلدان عربية صحراوية إذ أن هذا لا يعتبر تحضرا بالمنظور الحضاري العلمي إنما يعتبر فشلا في بناء حضارة حقيقية انطلاقا من الثقافة المحلية مضرهم لشراء نسخة مما عند الآخر ولكي لا أبتعد كثيرا عن موضوع هذا البودكاست سأقتحم الموضوع مباشرة اليونان في الحقيقة هي نتيجة لتراكم حضاري أيضا إذ أنهم أخذوا عن المصريين القدماء وعن سكان البحر الذين أسموهم الفينقيين وأخذوا عن الفرس بسبب احتكاكهم بهم كثيرا وعن الشماليين أي شعوب الجرمان وغيرهم وبتالي فإن دور اليونان الحضاري كان بالإمكاني أن تتقلده مصر أو فارس أو شعوب البحر أتكلم عن الدور الفلسفي الحضاري طبعا كل هؤلاء لهم مال اليونان من مواد خام لكن اليونانيين فهموا أشياء لم تصل إليها حضارة قبلهم على الإطلاق وهو تسويق الحضارة أو ما يسمى اليوم الماركتينغ الذي حملته عنهم روما ثم حمله كل الغرب عن روما وغزوا به بقاع العالم لكنه ليس تسويقا فارغا لأن اليونان لم يكن أبا للحضارة الغربية بالكذب والسرقة أبدا اليونانيون كانوا أول من سوقوا للرياضيات والهندسة وعلوم الفلك والثيولوجيا والحروف والتأريخ أي كتابة التاريخ والأدب والخيال والمصرح والسياسة بنظامها الجديد والرياضة وخاصة الفلسفة الذي انبثقت منها عشرات ومئات العلوم وعندما أتحدث عن التسويق فهو ليس بخصا في حقهم لأن اليونانيين أضافوا الكثير جدا لكل هذه العلوم وأسسوا الكثير منها حرفيا لكن قوتهم الحقيقية كانت في تعريفهم بأنفسهم منذ سنوات نشرت على هذه القناة درسا شرحت فيه علاقة الإنسان بالأرض أي كيف تعامل البشر مع بيئتهم وكيف بنوا حضاراتهم انطلاقا من الظروف والأدوات المتوفرة في أرضهم في مصر مثلا الصحراء والحرارة فرضت نمطا تلقائيا على القطيين بأن يبنوا أهرامات ومعابد بالصخور التي تندمج مع الأرض الملتهبة والشمس القاسية الحارقة وبنفس المنطق ستجد أن الصينيين بنوا معابد وقصور وبيوت متناغمة مع رطوبة الجو وكثرة الغابات حتى الألبسة والنظام الغدائي كانا متناغمين مع المناخ والأرض وبالتالي سيؤثر هذا في ذهنية كل شعب ليكون هذا هو العامل الرئيس في اختلاف الحضارات والثقافة اليونانيين قبل بناء حضاراتهم سافروا كثيرا فكانت لهم نظرة عن الحضارة لكنهم كانوا أذكى من التقليد الأعمى فرغم انبهارهم بمصر إلا أنهم لم يبنوا هرما ولا معبدا على الطريقة المصرية في اليونان بل بنوا على الطريقة اليونانية وإن كان فيها شيء من التأثر كالمثلثات المأخوذة من شكل الهرم المصري في الحقيقة اليونانيين هم أكثر الشعوب عناية بالجمالية عكس الحضارات السابقة فاليونان كانت عبارة عن قاعة أعراس كبيرة واختلاف الجمالية اليونانية تعود أساسا إلى مناخ اليونان الذي يسمح لعديد الأشياء في آن واحد فلها مناطق لها جو متوسط حار ورطب جدا ومناطق أخرى باردة وثلجية وأخرى باردة غابية وغير رطبة وهناك مناطق خصبة للزراعة ومناطق شبه قاحلة فأعطى لليونانيين قدرة على استيعاب ما عند الآخرين مع إعطائه صبغة محلية لأنهم فهموا علاقة الإنسان بالمناخ والأرض إن السلوك اليوناني هو نقطة انطلاق للعالم الغربي فاليونان عرفوا بتقديسهم للنمط التفكيري على الطريقة الصينية بيد أن الصين وموقعها البعيد جغرافيا عن بؤرة الحضارة التي هي في الشرق الأوسط بشكل عام لم يسعفها لأخذ ريادة العالم على الأقل ثقافيا كان لليونانيين أشياء مقدسة منها الفضيلة أريتي بلغتهم وتعني التفوق أيضا وهي مفهوم مركزي في الفلسفة اليونانية حيث تشير إلى الجودة التي تمكن الشخص أو الشيء من تحقيق كامل إمكاناته وأداء وظيفته كذلك لهم حكمة أو قاعدة أخرى يمشون بها وهي السعادة التي تسمى أوديمونيا بلغتهم يمكن تعريفها بشكل أدق بأنها التحقق الكامل أو الحياة الجيدة فبالنسبة لأريستو السعادة هي الهدف النهائي للحياة الإنسانية وتتحقق من خلال الممارسة المستمرة للفضيلة قاعدة أخرى يسمونها التعقل أو صفروسيني وتترجم عادة بالاعتدال أو ضبط النفس هي فضيلة تتضمن التحكم في الرغبات والشهوات مما يسمح للشخص بالعيش في انسجام مع نفسه ومع الآخرين الذين قاعدة أخرى هي العدالة بلغتهم ديكايوسيني خصوصا عند أفلاطون فهي تعد إحدى الفضائل الأساسية فهي ضرورية للحفاظ على النظام وانسجام الفرد مع المجتمع قاعدة أخرى الصداقة أو بلغتهم فيليا بخلاف الحب العاطفي الذي يسمونه إيروس فإن الصداقة هي نوع من الحب يستند إلى الاحترام المتبادل والولاء والقيم المشتركة وهناك العديد من القواعد الأخرى أشهرها كالوس كاكاتوس التي تعني الجميل الجيد أي أن جميل الشكل عند اليونانيين هو جميل الروح وجميل الروح يجب أن يكون جميل الشكل وجيد الأفعال لذلك على الفرد أن يعتني بشكله وببدانه ليحقق الحكمة والسمو والروحي إذن كأن يشجعون على الرياضة والمشاركة في الحروب وكذلك الاستماع للحكماء والدراسة والصفر بعد هذه الأفكار أعتقد أن المستمع قد لامس شيئا من سبب التفوق اليوناني وأن الحضارة ليست هدية تعطى للشعوب وليست هدية يقدمها المؤرخون لبلد أو شعب معين بشكل مجاني بل هي نتيجة ذكاء خارق لشعب فرض نفسه في فهم التاريخ وفي فهم المحيط وفهم كيفية التسويق للذات أيضا